فيه أسليب الجماعات الإرهابية بتستخدمها يعني بتحاول تستقطب بيها أكبر عدد ممكن من الأطفال ومراهقين بناتدعي أن احنا بقينا عارفينهم ولكن كل شوية أكيد دول بما أنهم لسه مستمرين أكيد هم بيلاقوا طرق مختلفة هاي طيب عايز أبدأ كان فخامة الساد الرئيس في 2017 في قمة العربية الإسلامية اللي كان في رياض قال الكلمة الكلمة في معناها أن الإرهاب بات تهديدا جسيما على شعوب العالم وحتى توصيات أن عشان حربوا فيه أبعاد كتيرة جدا مش بس سياسية وعسكرية محتاجة أكتر من حاجة بما فيهم التعامل مع أطفال قبل الاستقطاب كمرحلة استباقية وإزاي ممكن يتعامل معهم وإزاي ممكن بعد كده هذي الأطفال يتعافوا أو اللي يتعرضوا من خلال التنظيمات الرئيبية إزاي ممكن يتعافوا واتاخد الكلمة دي كوثيقة في مجلس الأمن الدولي الإرهاب أو فكرة استقطاب الأطفال ده كانت من حرب العالمية الأولى كان في بريطانيا العزمة تم استقطاب 250 ألف طفل في الحرب الحرب العالمية التانية في أوروبا يعني استقطاب يعني تجنيدهم ولا تجنيدهم ذهنيا فبقوا موجودين ضمنهم تجنيدهم يعني تجنيد الأطفال يعني بتسميهم الأطفال الجنود ده مسمى تم يتعرفها من المفوضية الأوروبية أي طفل بيتم استقطابه أو اندماجه داخل الجماعة هو طفل دون 18 عام تم استقطابه بطريقتين يأما الاستقطاب القصري غزبا عنه أو غير القصري وهنا يختلف تماما بين الاتنين فيه 15 دولة حول العالم من أكتر الدول تجنيد للأطفال ومراهقين والكرسى اللي فيهم خمس دول عربية وفيهم خمس دول أفريقية أو أربع دول من أسيا تماما